اعقدت سعدة السيدة امنة بنت احمد رميحي وزيرة الاسكان وتغطية العمراني اجتماع عمل مع الفريق الفني المعني بمنصة استثمار الاراضي الحكومية التي تم اطلاقها في شهر ابريل الماضي في اطار خطة التعافي الاقتصادي للمملكة وذلك لادراج عدد من الاراضي التابعة للوزارة بالمنصة واكدت الوزيرة ان وزارة الاسكان والتغطية العمراني حريصة على تحقيق افضل الفرص الاستثمارية في الاراضي الاسكانية من خلال المنصة التي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير خيارات اسكانية مبتكرة تلبي طلبات المواطنين وافادت سعادتها ان الوزارة في طور ادراج عدة اراضي مخصصة لبناء مشاريع اسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص لا سيما وان الوزارة مقبلة على التوسع في برنامج حقوق تطوير الاراضي الحكومية الذي اوشكت الوزارة على الانتهاء من مرحلته التجربية وانوهت سعادتها بان المنصة تتيح لشركات التطوير العقاري والمقاولين الاطلاع على الاراضي المتاحة للاستثمار لتنفيذ المشاريع في ترجمة واقعية لمستوى التنسيق المشترك الذي تم بلوغه بين القطاعين الحكومي والخاص اشتركوا في القناة